طرفها الشعب يريد المحاسبة الشعب يريد المحاسبة ساعة شكليا ساعة خلينا نبدأ وانه الزيارة تكون في العوينة في ثكنة الحرسة ماذا بيك ساعة نانو بعدنا يعني هو السيد الرئيس يدرس رمزيا حتى الاماكن اللي يلقي منها بالكلمات متاعه يعني يفكر في الموضوع لانه الموضوع الكلام اللي قاله كان نجم يقوله بمكان اخر ولكن هو فضل انه يذهب لثكنة كما عمل خطب تذكروا حل المجلسل على القضاء تقريبا الاعلان على ذلك اعلنوا من وزارة الداخلية دونك ثم دراسة للرمزية بش الرمزية تعطي اكثر بعد اكثر من اضافة على الكلام اللي يقول فيه وثم سعي لاظهار انه يعني يمارس سلطة مباشرة على اجهزة صلبة للدولة الكثير من المرات تجمع يعني مجلس الامن القومي او قادة الجيوش للقيام بخطاب سياسي وتوجه في ذلك المناسبات بهجمات قوية ضد خصومه من المجلس الاعلى للجيوش ومن مجلس الامن القومي دونك المسألة اه مدروسة عند الرئيس وليست صدفة يبقى انه الخطاب الذي اه قاله الرئيس البارح انا تقديري ممكن نرجع لها من بعد هاي بس نرجع هو نتيجة تقييم يعني تقييم للي حصل انا اظهر لي واكتب نص في السياق هذي البارح اظهر لي ان الرئيس اه يعني في حالة تشنج اه هو من فعل بصفة مستمرة تقريبا لكن تشنج البارح يدل على انه قام بالتقييم تقييم هذا صحيح ولا غلط هذا موضوع ثاني لكن انا تقديري انه قام بالتقييم والتقييم خاصة بعد الدور الثاني من الانتخابات وفهم انه يلزم يعمل حاجات وهذا يدل على انه ثم وضعية ازمة هو فيها وضعية ازمة لو انه نحلوا المحاور اللي يتحدث فيها البارح نفهمو الازمة هذه شنية العناصر امتاعها بالنسبة لها. شنجو بالمحور بالمحور اي الرمزية متاع زيارة شو اللي رسالة يحب وصلها رئيس قيس سعيد البارح وقت اللي بشيه القى الكلمة متاعه في ثكنة العوينة بحضور قيادات امنية بالتباعة. انا نغالب في نفسي باش ما نصدقش انه الرئيس يتفاعل مع الدعوات الفيسبوكية من الحلقة اللي بقات من انصاره في انه شعار المرحلة القادمة يكون المحاسبة بش يرجع شعبيته وبش يداوي اللطخة بين الفرين وتنتيج الانتخابات ولكن الفرين اللي عمله تقريباً الكله غالط ما عداه مبدأ المحاسبة اللي هو مبدأ من يجي من يقش فيه حتى حد للغلط يخلص ولكن علش ماشي للثكنة باش يحكي على المسارات القضائية ثانياً علش مباشرةً بعد اللي يحكي على الطريق السيارة يتم ايقاف كاتب العام لنقابة الطرق السيارة ولكن الاخطر مش هذا الاخطر انه الرئيس مغرم بالبدلات النظامية بالأمن والجيش الرئيس دخل السياسة للثكانات من من قبل انقلاب 25 جويلة اللي أنا نسميه انقلاب 25 جويلة وحالياً قاعد يستدعي في الجيش للحكوم معناه وزير 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 الفلاحة تقصد امر لواء امر لواء اي امر لواء انا نعرف المستشار سيموس الفرجاني شخص لا يمكن ان ينزع احد في كفاءة ودمثة اخلاق وكذا وزير الفلاحة جديد انا شفت سيفيه متاعه ما لقيتش معناها كلمة او اشتر كلمة على الفلاح ولكن الاخطر مش هذا معناها انه نمشيه في المثال المصري باش نلقاور واحنا في عيوب مصر ومعنا شي جبيت اللي هي ادخال الجيش راو في مصر حاجة اخرى مؤسسة كبيرة مؤسسة اللي تصنع من تجهيزات العسكرية الى البطاطس والبصل نحن عنا جيش اخر جيش يحمي البلاد يحمي الحدود جيش يدخل في فيضانات في الجوائحة الطبيعية جيش يحمي المؤسسات وقت الاحداث الكبرى قاعدين ندخلوا فيه في حويش مش متاعه الملاحظة الاخيرة اللي هي تواصولي انا مليش مختص في التواصل هاو تحت رقبتكم معناه اشكون اللي دبر على الرئيس قالوا حط اللي حاضرين معاك تعله لدليه بخطاب تحب تعمل خطاب تحب تعمل خطاب تحب تعمل تصريح صحفي عاية الصحفيين اما مش تجيب تحط رئيس حكومة وتخطب قدامها وتلزها تسخف معناها باش تقول تلاثة اربع كلمات لو تجملها مع بعضهم معناها كيم يعملوا في كوتيديا ولكده تلقى حاجة لا يحكي عليهم برحمة عزيز عطايا وعطيناهم بضبط شنو من الكلمات خليفة حسب رأيك اقحام مرة اخرى للقوى الصلبة والمؤسسة الامنية واقبلها المؤسسة العسكرية لمحي لوزير الفلاحة مش لمح قال انو وزير الفلاحة وامر لواء اللي هي رتبة كبيرة ياسر في الجيش هو القائد الاعلى الكوات المسلحة معناها مش نقول وقحام لانو هما تحت امرته معناها تقريبا وعادي ان يلتقيهم انا خلي الناقش اه منش مش ناقش الشكل انتع الزيارة لانو موش اول مرة وزير الداخلية تقريبا يعطي كلمة سياسية او تصريح سياسي من وزارة الداخلية ولا امام الجيوش ولا كده هذه تقريبا موش حدث خلي ركزوا على المظامين اللي موجودة هذه انا من نجمش من نجم نفهم حركة رئيس الجمهورية الا في علاقة بالنتيج ما بعد الانتخابات بعد الانتخابات انا شوف عديد الزيارات قام بها رئيس الجمهورية قام بزيارة تقريبا الى القصبة والتقى رئيس الحكومة وكان له ربما حديث احكي فيه على الحدث تقريبا اللي كان موجود هو مسألة الانتخابات هنا تقريبا لاحظنا اللي رئيس الجمهورية اخرج من الملزومة او اللازمة المعتادة ليه اللي كل شي رجعوا الى انه ثم مؤامرة وكذا وشفنا في الدورة الاول تقريبا احكاها اللي ما خلوش الناس يمشون تخب المرة هدية تقريبا هبطت شوية من فوق الشجرة لشتر متاحها لتوو ما هبطش سقيعة على الارض اما حكاها اللي قال راهو يبدو اللي العزوف هدايا بسبب اللي الناس كرهت البرلمان وكرهت كذا لكن انا نقول له حاجة صحيح راهو هدايا توصيف قلناها حتى احنا معنتها البرلمان لم يقد لم يعد يحظى بتلك القدوسية اللي كانت له يوم ما في 9 افريل وقت اللي تقدموا معنتها مئات الشهدات وانسا يطالبوا برلمان تونسي لكن زاد يراه ترديل البرلمان في حد ذاته رئيس جمهورية ساهم فيه هو بيدو ساهم في حد ذاته استثمر وساهم انا نحكي هو ربما استثمر في الصورة السيئة وهذا ما يختلف فيها حتى زوز قبل الـ 25 جميلة لكن هو زاد ساهم بعد في حديثه على البرلمان والفاسدين في تحويل هذه المؤسسة عند المواطن التونسي وعند الشعب التونسي اللي ما عندها حتى قيمة في الجانب هذي وربما هني نقول من اول المهام المشكون لأعضاء البرلمان القادم هو استعادة الثيقة واستعادة صورتهم الزيارة الثانية اللي قام بها رئيس الجمهورية هي زيارة هذية اللي قام بها لفكنة العوينة واللي تقريبا المظامين تغيرت لان المظامين في القصبة حكاها على الانتخابات وحكاها على المجالات توا حكاها على المحاسبة أنا مش نعلق على كلمة لأنه تعودت برشا مرات رئيس الجمهورية وقت التحدث على اغلاق الطرقات لم يكون يتحدث عن الطرقات السيارة يمكن المهنية المهنية الصحف ما يسيلش كمه الوصل ما يسيلش معنتها المهنية الصحفية تخليني ثبت رو يحكي على الحالة متاع الشاب التونسي اللي ماس في ايطاليا واللي العائلة متاعه اغلقوا الطريق ويطالبوا بالجنب الطعام الشأن النقابي حكي عليه باعد في مسأل اخرى ولا اتصور ان كمنتصر للاتحاد والشأن النقابي اكثر مني في الجنب هذي النقطة الثالثة اللي زادة يجب نقراها عموما هي مسألة التعينات الوزارية جديدة اللي في جزء منها زادت تعيين عسكري عسكري ماهوش رهو اي عسكري متقاعد هو رو تقريبا احد الاضلاع الخمسة معنتها للقيادة العسكرية وعنده رتبة كبيرة جدا هل انه يفهم منه انه المؤسسة العسكرية دخلت رسميا الى الواجهة السياسية بشكل مباشر التعيين محمد علي البغديري في وزارة التربية وربما قراءته في علاقة نقابي على البضا حذية ثم قراءات مختلفة في الجنب بتاعه معنتها انا اخير ان نقرأ حركة رئيس الجمهورية منذ الانتخابات والاعلان النتاج الى حد الان قبل ما نجيك شايمان لنظر مش نوع الرسائل لكن انا يقض البارح في ابرز ما جاء في البيان بتاعها تتقرأ لنا ابتسام ملخص انه البارح العنوان منتاع الندوة لعملتها والبيان هو سعيد يحارب الجميع مع عدل فساد رئيسي تحدث على المحاسبة وانا يقض تقول بانه الرئيس يحارب الجميع مع عدل فساد ابرز ما جاء فيه وبعد نجيك شايمان ابرز ما جاء فيه